اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من داخل استاد الجيش المصري بورج العرب عن نادي سموحة الآن العودة ليك كابتن تامير تفضل شكرا يا زميل عزيز أسامة العودة منو لزميل عزيز أيمن مصطفى وما دهنا هذا تغييرات بالجملة في فريق النادي الهلي قبل اللقاء السموحة وقبل اللقاء المرتقب مع الرجال بوضاو المكامل كابتن تامير أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي خلوات أونتايم سبورت في كل مكان وفيما يخص أخبار النادي الأهلي أضيف في لقاء اليوم الأهلي مبارحة مرة قبل الفطار تمرينا أخيرة في داخل النادي الأهلي بعد كده اللعيبة تناولت وجبة الإفطار وتوجهوا إلى مدينة الأسكندرية ليل مبيت طبعا في ليلة المباراة وكان في محاضرة من مارسل كولر مع اللعيبة كان التركيز والكلام الأساسي مع اللعيبة إن احنا ننسى تماما مباراة رجاء البيضاوي السبت القادم كل التركيز على لقاء النهاردة أهمية إن احنا ناخد كل لقاء على حدة ناخد كل ماتش بشكل منفصل عن الماتشات اللي بعد كده هما اللعيبة كلها طبعا ممكن يكون في بعض التركيز شوية على لقاء السبت القادم بما إن وضع النادي الأهلي في الوقت الحالي في بطولة الداري ممتاز ما فيش الضغوطات القوية لكن كولر طالب الجميع إن هما النهاردة يكون في بزل لقصار الجهد عشان يطلعوا بالثلاث نقاط عشان الأهلي يكمل رن أو يكمل مسيرة المكاسب وإن الحالة المعنوية لكل اللعيبة تكون على أفضل ما يرم طبعا قبل لقاء السبت القادم المهمة قوي الأهلي عنده مجموعة كبيرة من الغيابات يمكن أهم الغيابات نتيجة يعني كولر فضل إن هو يريح الثنائي علي معلول وحسين الشاحات الاثنين ما عندهمش أي إصابات واتطمنت من الجهاز الطبي للنادي الأهلي فيما يخص أخبار الثنائي رمي ربيعة طبعا مصاب كريستو لن يكون متواجد هو أحمد عبدالقادر لنفس السبب لكن حمدي فتحي بيغيب بسبب الإصابة لعيبة النادي الأهلي نزل تسخن من حوالي نص ساعة أول طبعا ثلاثة نزلوا كان الشناوي كالعادة علي لطفي ومصطفى شوبير كان فيه تبادل أطراف الحديث ما بين ديانج وشيك دودو لعب نادي سموحة الأجنبي تي كانت أهم أخبار نادي الأهلي من هنا من السادة الجيش ببورج العرب وأكيد تعود الكلمة عليك كابتن تامر مرة تانية ترجمة نانسي قنقر